اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في ثقافة يحضر القائمون على المسرح الجهوي عبدالقادر علولة بوهران غرب الجزائر لتنظيم الطبعة الثانية لأيام وهران للمسرح المتوسطي المقررة في شهر جوليا القادم ويأتي تنظيم هذه الطبعة بعد الأولى التي انتظمت العام الماضي تزامنا وألعاب البحر الأبيض المتوسط والحديث مشاهدينا عن أيام وهران للمسرح المتوسطي نربط الاتصال بمدير المسرح الجهوي لولاية وهران مرادس النوسي أهلا وسهلا بك إذن دورة ثانية من أيام وهران للمسرح المتوسطي لماذا دورة ثانية؟ حتى نتقى في الاستمرارية والهدف ترسيم التظاهرة في مدينة وهران لكي تصبح مهرجان وهران للمسرح المتوسطي متباقي مدن البحر العبيض المتوسط فهران تستحق هذه التظاهرة بحكم حجمها بحكم طابحها المتوسطي بحكم كل المقومات التي تجعل من وهران عاصمة شاء الله للمسرح المتوسطي يعني ستجعل من وهران عنوان آخر من عنوين المهرجان المتوسطي ما الجديد فيها وما هي الدول المشاركة؟ هنا نتحدث عن أيام وهران للمسرح المتوسطي بالنسبة لهذه السنة إن شاء الله يكونوا ست دول يعني بالإضافة للجزائر كان إيطاليا كان تونس كان مصر كان فرنسا وكان أيضا دولة فلسطين الشقيقة دولة فلسطين ستكون إذن ضيف شرف هذه الدورة كيف سيكون الاحتفاء بها؟ بالنسبة لدولة فلسطين يعني سيكون الاحتفاء من خلال تظاهراتين أو حداتين الحدات الأول أن العرض المسرحي التي تجيبها فرنسا اسمه طاها ويتكلم على فلسطين لأن كاتب النص فلسطيني وتم ترجمة النص الفرنسية مرة عندنا حوالي سبعة أشهر يعني عرض رائع يعني يخدم القضية الفلسطينية بصفة يعني إحنا أبهارتنا والدليل على ذلك نحن بإطلاقناها بإعادة العرض في وران ونتبهنا الجزائرين يشاهدون والحدث الثاني أو التدهور الثاني أن البنت اللي قابت بترجمة النصف من العربية إلى اللغة الفرنسية يقع فلسطينية باحثة جامعية باحثة يعني منتهمية للعديد من المركز البحثة يعني الدولية هذه دارت الأطروحة أطروحة تاحة يعني أطروحة تاحة اسمها فلسطين فوق الركح وبالتالي هذه الأطروحة ستقدم خلال التدهورة يعني للمواظين المهتمين للصحاطين المهتمين ونحن عمنا يعني شوى عبد الشباب يعني ينشطوا حول المصرح حول ثلاثين شاب ولا يكونوا حاضرين هذو يعني نقدر نتعرفه عن قرب عن قرب جدا ومن خلال بحث يعني من خلال أطروحة عن الممارسة المصرحية في فلسطين وجميل جدا هذا التشريح لواقع المصرح بالنسبة لفلسطين أو الدول التي ستكون حاضرة خلال هذه الأيام طيب هذه الفعاليات استمر سيد سنوسي لستة أيام هل هناك ورشات تكوينية تمت برمجتها احنا بالنسبة لنا الورشات التكوينية احنا يعني ما نشوفهم شعني بطريقة اللي تمارسها حالياً مع كل احتياراتنا للأصدقاء احنا التكوين لازم يقام على المدى المتوسط والطاويل يعني ما هوش ممكن في ثلاثيام أربيع أردعيام وبالتالي احنا عنا ورشات نسمينها تكوين المستمر فيها ثلاثين شاب عندهم بين عشرين وثمانية وعشرين سنة ستين فرمية منهم جامعية معانا حول المصرح يعني البعض منهم ينشط في إطار ورشة مسرح الشارع البعض الآخر في مسرح الطفل البعض الثالث مسرح الارتجان وهذه الشبان هدو وهما اللي رأنا كل مرة نطعموا بهم الإنتاج بتاعنا يعني هذو ثلاثي شاب يعني رأنا موجودين في تقريبا كل الأعمال اللي أنجزناها ويكونوا في الأعمال القادمة وبالتالي هما اللي غدوا يستبدون من ورشة التكوين احنا نقطع في ورشة التكوين دوالية بحيث المخرج الإيطالي اللي جايب العرض يعني تطوع بيوم يوم لصالحة الشباب المخرج الجزائري أحمد خودي طوع بيوم لهذه الشباب المخرج الفرنسي كذلك وصينوغراف مصري كذلك وبالتالي الشبان انتعنا يعني في خمسة أيام عادي يستفادوا من تجارب خمس دول يعني يستفادوا من تكوين دولي لربما يربحهم كثير من الوقت أتذكر العام الماضي وخلال يعني إقامة أيام أو ألعاب البحر الأبيض المتوسط نظمت هذه الأيام بالموازات كانت هناك نشاطات أخرى وفعاليات سطرها المسرح الجهوي لولاية وهران خلال هذا العام وخلال إقامة هذه التظاهرة هل سيبقى هذا التقليد أن تكون هناك نشاطات أخرى بالموازات نحن في السنة الماضية يعني قمنا بأيام خاصة بمسرح الشارع في ربعة أربعة أيام يعني قمنا بأعرضنا حوالي ربعة وثلاثين عرضتنا ربعة أيام كانت سبع عروض في اليوم وهذاك النشاط يعني كان له صادر يعني وطني الدليل على ذلك تلاحظوا أن مثلا الآن في تقريب كل التظاهرات موجود مسرح الشارع وبالتالي نحن سعد أما ما ساهمنا يعني في نشر الفكرة حتى أن مسرح الشارع يعني ما هوش اختراع ورام يعني مسرح الشارع من قديم موجود هذا السنة يوم الأمس فقط على الساعة الثامنة ليلا كان عنا العمل كانت تظاهرة هذا العام ولا نشاط عاد وبالتالي احنا خلال تظاهرة أيام المهرات المتوسط هذه السنة سنركز على أمور أخرى سنركز على مناقشة العروض سنركز على تنظيم العروض خاصة أننا التنظيم يقام يعني بوسائلنا الخاصة يعني احنا الآن سنقوم بتجربة جديدة لنا وربما جديدة للمسرح الجزائري هي أن هو تنظيم تظاهرة تقافية فنية من طرف مؤسسة تقافية عمومية بوسائل خاصة يعني خارج يعني عن دعم وزارتنا وهنا تتفقد مع وزارتنا أننا نخود التجربة ومن بعد ذلك يعني تستخلص الدروس لفائدة النشاط المصرحي جميل جدا ربما تعطونا أيضا مثال بالنسبة للجمعيات الثقافية من أجل ربما اتخاذ نفس المصر وتنشيط العديد من الفعاليات طيب تحدثت أن هناك دول مشاركة هذه الأعمال التي استقبلت من طرف هذه الدول هل لها ثيمة معينة أو موضوع محدد على أساس استقبلتم الأعمال نحن يعني الأعمال يعني كل اقتراحات درسناها نحن يعني في مدة ستة أيام جمهور يعني اللي قد يكون حاضر معنا وأكيد ما قد يش يكون جمهور من وهران فقط لأننا نختارنا فترات فترات العطلة ويكون يعني تقريبا كل مناطق الجزائية تكون موجودة في وهران وحتى السياح حتى السياح سيد سنوسي خاصة أننا نتحدث عن فترة جويليا التي تعرف إقبال لهذه المدينة نعم وحتى يعني توقيت العرض درناهم تامينة ليلا يعني يعني تجري الأمور في المدينة الكبرى للبحر الأبي المتوسط إذن بالنسبة للعروض هي عروض يعني عروض يعني متنوعة في كالفر كان عرض اسمه طاها يتكلم عن القاضية الفلسطينية عرض القاضية الفلسطينية هو عمل يعني كومباني يعني في كالفر كان عرض تونسي كان عرض عرض مصري يتكلم عن المشاكل الموجودة يعني عند الزوج يعني بين الزوج وزوجته هي كوميديا ناجحة في مصر وكان عرض فالقون بورسالي وهي عرض وطاعدة رحش في جولة وإحنا جزائر يعني نشاركوه بعروض مصرح واران عنا عرض تمو الحلقة هذا الحلقة هو مختطفات من تقريب كل أعمال المرحوم عبد القادر علولة وبنظرة شبان يعني زادوا بعد اختياله يعني ما عرفوهش يعني بمظرة أخرى وهو نظم أحسن أحسن تكريم لعلولة أنه ينجز أو يخراجه من طرف شبان ما عايشوهش وطينا في الوقت هي فرصة باش نبينوا أعماله للشبان وحتى التظاهرة يعني تتزامن مع عيد ميلاده هو زاد في 8 جوليه وحنا العرض يوم 7 جوليه إذن نعتمد على التنويع وتقديم عروض يعني مختلفة متنوعة حتى الجمهور يعني كأنه يعني يسافر في سات أيام يأخذ فكرة على أعمال لست بلدان وحنا صابحت كل يوم يتم مناقشة العرض ولكن المناقشة نديرها في إطار ورشة التكوين الجمهور اللي يبغي يلتحق يلتحق ولكن الهدف الأسمى هو الشبان اللي معنا 30 شاب اللي معنا باش يتفادوا يعرفوا تجارب مصرحية لأن في الصابحة مناقشة العرض وفي المساء تكوين تكوين تقني جميل جدا طيب هل يمكن أن تتحول هذه التظاهرة والأيام إلى مهرجا يكون يرسم وأيضا تكون فترته ثابتة هذا الهدف تعنا والأمني تعنا والحلم تعنا لأن وهران هي المدينة الكبيرة الوحيدة ومصرح تاريخي وكبير الوحيد اللي ما عندوش مهرجات يعني عاطب اللي في كل غالبية المدن الجزائرية باختلاف حزامها هناك مهرجانات للمصرح إلا وهران نحن تطورنا بغناش ننتظره يعني يدرنا مرسالات بغناش ننتظره بغناش نديره أيام وحتى نديره أيام بوسائلنا الخاصة ولكن لازم يجي وقت الوهران يرسم فيها مهرجان وهران تستحق ذلك يعني مسرح كبير تجربة مدينة كبيرة فيها كل مقاومات الاستقبال وحتى حاجة أخرى يعني حتى التنظيم تدور بالاعتماد على أنفسنا تقول أنفسنا مش المسرح فقط حتى حولنا احنا مثلا في التداهرة هذه قد نديره بطاقات اشتراك معنى هالناس مسبقة معنى هالناس مستعدة لدعم الفكرة ودعم التداهرة لأننا بالنسبة لنا هذه التداهرة لا تداهرة مصرح ولا تداهرة كل محبي المصرح الموجودين في الوهران أو الذي يجه الوهران يعني كان بعد مواطنة في التداهرة بالتاني كل هذا يعطي الوهران يعني الحق باش تتمنى وتتحطن على مهرجا موارد صل وحلا في الحق معنى شكرا نعرفين أن وزارتنا الوصية تتابع الأمور ونصال الله بلك العمل جائب لا تتحطن ونحتفظ معا في ذلك إذن في انتظار أيضا متابعة هذه العروض جويلية القادم لتذكير فقط أنها ستقام بين السابع إلى الثاني عشر هكذا هذا هو التاريخ نعم أدوم التواريخ شكرا جزيلا لك شكرا لك مراد سنوسي مدير المسرح الجهوي لولاية وهران كنت معنا عبر الهاتف وحدثتنا عن أيام وهران للمسرح المتوسط الذي ستقام فعلياته شهر جويلية الداخل ترجمة نانسي قنقر